طيب نروح للأعمال الوطنية الناس بتقول لك إيه؟ يعني الناس بتقول لك فينك من الأعمال دي؟ الناس بتسألك عليها في الشارع؟ في الحقيقة أنا تسألت وده أول مرة دي حصل يعني أنا ما فيهمتش السؤال دي عشماعة ما فيه أفلام كتير بتتعرض فيه مسلسلات بتتعرض اللي هي اللي بتسألوني أنت ليه مش في الممر؟ مم أنت ليه يعني؟ يعني الظاهرة دي قلت واحد لقيت أكتر وأكتر وأكتر فبصراحة استغربت جدا وحسبتها من حيثة تانية المبسوط إن هم شايفيني هنا شايفيني إن هم عايزيني هنا هم اللي عايزين يرشحوني هم اللي عايزين يجيبوني للناس فده شيء أساعدني وطبعا الفيلم كان عظيم جدا وكل الزميل اللي عملوا الفيلم عملوا فيلم محترم جدا 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 على قصوم طبعا أستشيلي في عرفة اللي اشتغلت معه في جهات حياتي أول مرة شوف كاميرا شوفتها معاه فعبوده على الحدود والجزيرة ولحظات حارجة كذلك الاختيار بردو تسألت مع قطولهم إنهم ما خلاص عملية تاجة عندك تفسير للسؤال ده؟ أو لأسئلك كتيرة فينك من الأعمال الوطنية؟ عندك تفسير؟ أنا معوش أنا وطني مصري وبحب ومفخور جدا إنه مصري وشك زابط مجند مصري حد من طين مصري الحمد لله اسمح لي في التعبير بس إحنا بنقولها كده منطين البلد بس الحمد لله تلاحقتي في فيلم السيربي تلاحقوني قبل مطيني صحيح لا مفيش أحسن من صمار البلد الحمد لله